كعادة الأنظمة المستبدة في مواجهة الثورات الشعبية دأب النظام السياسي في بغداد على محاربة ثورة تشرين بكل الوسائل ولما عجز رصاص الميليشيات والأحزاب عن إسكات صوت المتظاهرين لجأ النظام وأدواته إلى تشويه صورة المتظاهرين فسخر أذرعه الإعلامية وأبواقه المأجورة للإساءة إلى الحراك الشعبي السلمي باتهامه بأنه حراك مسيس من الخارج هدفه ضرب محور الممانعة أي محور إيران ومن دار في فلكها لكن صورة المشهد في العراق أوضح من أن ينكرها أحد متظاهرون سلميون يريدون وطنا وميليشيات وأحزاب باعت الوطن وحملت لواء المشروع الإيراني التخريبي دون تستر أو خجل هذه الشواهد الحية تأتي من قضاء الشطرة بمحافظة ذيقار متظاهرون وطنيون يرفضون اتهامهم بالتبعية للخارج ويؤكدون أن ثورتهم ثورة شعب يريد الخلاص وإسقاط كل أشكال الفساد واستعادة سيادة العراق هتافات المتظاهرين تؤكد أن اتهام زعماء الميليشيات لهم بأنهم جوكرية لا تتناسب مع أهداف ومطالب ثورة تشرين ومحاولات تشويه الثورة ستفشل أمام إصرار منتفضي تشرين على تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد يستنسخ النظام في بغداد وبأمر إيراني تجربة نظام الأسد في قمع المتظاهرين والإساءة لهم فكل من طلب الحرية والحياة وقال لا في وجه محور إيران يتهم بالخيانة والعمالة وكأن على شعوب المنطقة أن تقبل الذل وتسكت على ضيمها وجوعها ونهب مقدرات بلادها لتنال رضا خامنئي وأتباعه من الوطني ومن العميل يا ترى الذي يقتل وهو يهتف نريد وطنا أم الذي يقتل بسلاح إيراني كل من نادى نريد وطنا ساحات التظاهر وميادين الحرية هي الشاهد وهي الفيصل الحقيقي